يعني مصابة بشلل الأطفال يعني تقريباً هاي الحالة صارت عندي من عمر سنة والحمد لله يعني ذاك الوقت ما كان متوفر العلاج أنا أشتغل تطريز يدوي وعندي هواية هواية الرسم فمن خلال التطريز اليدوي رجعت شي من هوايتي وهي الرسم وأشتغل بأبرت النفاش يعني استخدم أبرت النفاش بالتطريز يعني هو الأساسي بشغلي اللي أنا أحب أقدمه أنه أوثق أو أعكس حضارتنا أو تاريخنا العراقي والمناسبات اللي تحدث بالعراقي يعني أي قطعة أي شخصيم تلك يعرف أنه هذه القطعة هي مصنوعة بالعراق يعني وهذا الطريق أنه أشجع السياحة وممكن جزم شي يعني أنقدمه إيجابي بالبلد الإعاقة أبد يعني بالعكس بالنسبة لي أنا أعتبرها حافز لأنه تخليني أكون يعني أخلي نفسي بتحديات أنه أنا أستطيع أنه أي شي ممكن أحققه ممكن أكون صعوبات بس ماكو شي عندي مستحيل والله رسالتي أنه الإنسان اللي عنده طموح أو عنده موهبة أبد لا يتنازل عنه ولازم يسعى إلى تحقيقه ولازم يكون موجود ويعرف عن نفسه ترجمة نانسي قنقر